وأنت تتجول في أسواق العاصمة كييف تلاحظ غياب الأسعار عن المنتجات ولما سألنا الباعة عن السبب أكدوا لنا أن الأسعار تتغير يومياً ما تسبب في عزوف الكثير من الزبائن عن تسوق هناك القليل من الزبان يأتون للتسوق واقتناع حاجاتهم بسبب ارتفاع الأسعار نحن نتحدث عن السلع الأساسية كل يوم الأسعار شهدت ارتفاعاً بسبب ارتفاع تكلفة النقل خصوصاً المواد التي لا ننتجها محلياً وفي محاولة للتقليل من تسارع فقدان العملة لقيمتها أعلن البنك الوطني الأوكراني أنه سيزيل القيود المفروضة على سعر الصرف الذي تبيع به البنوك العمولات الأجنبية كما قام البنك مؤقتاً بتخفيض الحد الشهري للصحب النقدي بمقدار النصف أعتقد أن الحكومة والبنك المركزي اتخذها القرار الصائب وقاما خطوة بخطوة برفع التسقيف عن كل شيء لكن هذا غير كاف لأننا نحتاج إلى 100 مليار دولار على الأقل ونتوقع هذا المبلغ من المجتمع الدولي ويعكس هبوط العملة الوضع الاقتصادي في البلاد وضعف النمو وتوقف الاستثمارات ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة في البلاد ويزيد من احتياج أوكرانيا إلى المساعدة المالية الدولية وإذا كان الخبراء يرون أن فك الحصار عن الصادرات وبداية تدفق المساعدات المالية الأجنبية من شأنه تخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار إلا أنهم ينتظرون تطبيق هذه الوعود وأن لا تبقى مجرد تصريحات على وسائل الإعلام عبدالجليل بردودي سكانيوز عربية من العاصمة كييف